بترسانة أمريكية تتجاوز 70% من أسلحته يقع العراق بمأزق صعب أمام الولايات المتحدة التي تستخدم هذا الملف ورقة ضغط على الحكومة التي تطالب بإنهاء التحالف الدولي وخروجه من البلاد يأتي ذلك بعد تصريح للجنة الأمن والدفاع النيابية الذي أفاد بأن واشنطن تستغل ملف التسليح بالحوارات مع الحكومة من أجل إنهاء وجود قواتها فيما قالت أنها تدرس إيقاف تزويد العراق بالذخيرة وتجميد عمليات الصيانة والتدريب ويعتمد الجيش العراقي في تسليحه على الولايات المتحدة بشكل شبه كامل حيث بدأت القصة من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني عام 2008 أما آخر صفقات بين واشنطن وبغداد كانت في تشرين الثاني من العام الماضي صفقة بقيمة 300 مليون دولار تضمنت دعم لوجستيا ومعدات ذات صلة بطائرات هوليكوبتر أما طائرات F-16 وسلاح الدروع والدبابات فهي أبرز الملفات المطروحة حاليا للنقاش بين البلدين وتوضح مصادر أن واشنطن كانت صريحة ووضعت ملف التسليح على طاولة الحوار مع حكومة السوداني التي تترنح في وضع صعب بين ضغوط فصائل مسلحة وضغوط أمريكا التي تؤكد أن وجودها في العراق لن ينتهي بهذه السهولة ويدعو خبراء أسكريون الحكومة إلى تنويع مصادر تسليح الجيش لتجنب الوقوع تحت ضغط الابتزاز الأمريكي ويرجح الخبراء أن خيار واشنطن بإيقاف تسليح العراق مرتبط بخشية الولايات المتحدة من ذهاب هذه الأسلحة لأيدي فصائل مرتبطة بإيران خاصة أنها تمتلك النفوذ الذي يمكنها من الوصول إلى السلاح